وازرت مجموعة الصين للعلام تعليقا بعنوان من الدروري توحيد الجهود العالمية في مكافعة الوباء قالت فيه انه من الواضح ان المعركة ضد الوباء وصلت الى مرحلة حاسمة وفي الذل هذه الخلفية اعترفت وسائل العلام الغربية التي كان بعضها يخسر من جهود الصين في محاربة الوباء بانه اذا لم تتحرك الدول بشكل فعال فان الوباء سيشكل صدمات سياسية واقتصادية خارجة عن السيطرة على الانتطاق العالمي لقد حظيت اجراءات الصين بتقدير كبير من الامم المتعدة ومنظمة الصحة العالمية وقال للرئيس الامريكي دانو ترامب ايضا يوم الجمعة ان البيانات والخبرات التي تقاسمتها الصين مع الولايات المتعدة مفيدة للغاية واكدا على السينة بذلت جهودا فعالة جدا لمكافاة الفيروس واشر تعريقه الى ان الوباء لا يعرف حدودا وطنية ومن اجل كاس في هذه المعركة العالمية ضد فيروس كونونا من الدروري ان يتخذ المجتمع الدولي مزيدا من الاجرات المناقشة اشتركوا في القناة